ونستمر مع الحسابات المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترويجها لهذه الصورة التي تظهر دبابة غارقة في مستنقع من الوحل وقد رفع عليها العلم الروسي الصورة تم تداولها مع منشورات لصياغات مختلفة دعت أن الصورة لدبابة ألمانية من طراز ليوبارد وقعت في يد قوات روسية في باخموت أخرون تداولوا الصورة على أنها وقعت في يد قوات فاغنر الروسية وأيضا تبين أن طاقم الدبابة من البولنديين البحث العكسي عن الصورة تبين أنها ليست لدبابة ليوبارد ألمانية الصنع التي كانت محور اهتمام وسائل الإعلام عالمية مؤخرا حيث طالبت بها أوكرانيا لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية على الأرض الصورة القديمة وتم تداولها في عام 2014 على أنها لدبابة ألمانية دخلت لمستنقع خلال تدريبات عسكرية في ألمانيا كما عثرنا عليها أيضا في مدونة تعود لعام 2012 بمزيد من البحث أيضا عثرنا على النسخة أقدم عمرها 16 عاما منشورة بتاريخ السادس من يناير من عام 2007 على موقع ستراتيجي بيتج والذي لا تظهر الصورة فيه أي أعلام أي أنه تم التعديل على الصورة بإضافة صورة العلم والتاريخ المدون عليها للإحاء بأنها صورة حديثة لأسر دبابة ليوبارد اشتركوا في القناة